اشتركوا في القناة ولي جميع المشاهدين لماذا يتوجب علينا تلقيح الأطفال ضد الكورونا؟ اللقاء عمين بشكل كبير وإلى حد بعيد بالأطفال ملايين الأطفال حول العالم تم تلقيحهم بدون أي مشاكل تذكر الكوفيد ممكن أن يقتل الأطفال نعم هذا الشيء كلش نادر ولكن ممكن وتسمعون بين فترة وفترة بالأخبار عن طفل أصيب ومع الأسف توفى بسبب الكوفيد بالنسبة لأسباب الأخرى التي ممكن أن تخلي العباء والأمهات الأقرحان أطفالهم متلازمة لالتهاب المتعدد للأنظمة التي ممكن أن تصيب مختلف العضاء في الجسم هذه كانت واحدة من الأشياء التي خلتني هنا مثلاً ألقى أطفالي هذه تسبب الكوفيد يسببها ويتسوي التهاب في مختلف أعضاء الجسم وخصوصاً بالدماغ والقلب إذا صابت الدماغ فممكن يصير عوق دائمي وإذا صابت القلب فممكن يصير عجز بالقلب دائمي تتخيل يعني إذا واحد عمره ست سنين خمس سنين سبع سنين وصار عنده عجز بالقلب هذا رح يبقويا طول عمره ولا يقدر يمارس الرياضة لا يقدر يروح للمدرسة يرعب بي أصدقاء مثل العادة فتخيل الضرر مع عدد جسمي نفسي أيضاً وكيف رح يأثر هذا أيضاً على عائلته السبب الآخر اللي ممكن أنه واحد يفكر به إنه أعراض الكوفيد الطويل هذه أيضاً ممكن تصيب الأطفال ولحد الآن ما عرفنا لها فد علاج ممكن أنه يعالجها كفاياً مقارنة بغير أمراض يصرب ضدها تلقيح مثلاً الحصبة الحصبة جداً نادرة وتقتل جداً نادرة أيضاً مع ذلك إحنا ما عندنا أي مشاكل إنه نلقح أطفالنا ضدها فالواحد يسأل نفسه زين ليش الكوفيد داناً عاملة غير شكل طبعاً تلقيح الأطفال ممكن أنه يقلل الفترة إذا صاب الكوفيد يعني يقلل الفترة اللي يفرز بها الطفل الفيروس في أنفة أو في الفم وبالتالي يقلل أيضاً العدوى اللي ممكن يمطيها للآخرين طبعاً مو بس يقلل الكمية ولكن أيضاً يقلل المدة اللي يفرز بها الطفل هذا الفيروس فيكون العدوى أيضاً وبالتالي أقل للآخرين المسألة الأخرى وهي مسألة ثانوية إنه في حال إنه الشخص أو العائلة راء تتسافر خارج البلد فأغلب دول العالم حالياً أتصور كلها تتطلب أنه يكونون هذول الأشخاص ملقحين بشكل كامل وتام ما أعرف إذا هذا الشيء بالأطفال مطبق في كل دول العالم ولكن ربما في بعضها على الأقل وبالتالي ممكن هذا يسبب في المشكلة إذا حبيت تسافر تحضر حفلة زواج أو لا سمح الله مناصبات حزينة فتتفاجأ أنه هذا واحد من الأشياء اللي كان لازم أنه الطفل يأخذها ويسويه حتى تقدر تأخذ جواز وفيزا وتروح إلى هذا الدول طيب دكتور من يحتاج الجرعة الرابعة من تطعيم ولقاح الكورونا؟ بالنسبة للجرعة الرابعة السلطات هنا أنا في إستراليا حصرتها في مجموعة محددة من الناس اللي هم معرضين لخطورة الكوفيد الشديد اللي عندهم عامل خطورة يعني هذولا هم الناس اللي راح يأخذون اللقاح ويهي اللقاح الفلوانزة في تقريبا فصل الشتاء قبل بدايته أو في بدايته وكانوا يعني كان ملاقحين سابقا نماغين أما ثلاثة أو أربع جرعات سابقا قبل هذه المرحلة هذول الناس هم الناس اللي عمرهم 65 سنة فما فوق اللي نزلت دور رعاية المسنين ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مرضى انخفاض المناعة الشديد بأعمار 16 سنة فما فوق وسكان أسرائل الأصليين بأعمار 50 سنة فما فوق هذه الجرعة تنطي بعد مرور أربعة أشهر من آخر جرعة ولكن إذا ما صار عندك بعد أربعة أشهر من آخر جرعة ممكن أن تتأخذ لقاح الفلوانزة وبعدين تأخذ لقاح الكوفيد أتصور حالياً راح يكونون اللقاحين منفردين يعني مو نفس الأوبرة ولكن ربما مستقبلاً ممكن أن يحطوها في نفس الأوبرة يمكن أيضاً أنه تأخذ أي نوع من أنواع اللقاحات الأربعة المتوفرة في أستراليا حتى تأخذ هذه الجرعة الأربعة دكتور ممكن تقول لنا ما هي آخر المستجدات في عالم الكورونا؟ بالنسبة لآخر الأخبار أو الدراسات، تحديثات هناك دراسات تنزيل شوية شوية شوفنا أنه الحجر يطبقه سبب هواية مشاكل وربما ما فاد كل الأشياء اللي رادة السلطات أنه تستفيد من عندها وفشلت أيضاً سياسات وصول إلى صفر حالات للكوفيد فأغلب الدول حالياً تقريباً اتخلصت من هذه السياسة ورضت أنه تعيش شوية الكوفيد وتحاول أنه تقدر تسيطر عليه بغض النظر عن اللوكداون أو الحجر حالياً في نيو ساث ويلز عدنا الأوميكرون بي أي تو يمثل أكثر من تسعين بالمئة من الحالات طبعاً صح هو أخف من الدلتا ولكن مو خفيف لأن يومياً عدنا مع الأسف هواية ضحايا ديموتون وتشوفوها هاي بالأخبار يومياً ما بين عشرة إلى عشرين وربما أحياناً أكثر باليوم ديموتون من الكوفيد هناك حالياً أيضاً بدأت تنتشر سلالة الدلتا كرون واللي هي التزاوج ما بين الدلتا والأوميكرون ما نبين لحد الآن إشجاد أسوأ أو أسهل أو خطورتها هذه السلالة راح نعرفها خلال الأيام والأسابيع الجاية مؤخراً اكتشفت الدراسات أنه الأوميكرون ما يستجيب وخصوصاً بي أي تو ما يستجيب للعلاج اللي كان عندنا إياه نستعملها بالمستشفيات ينطي عن طريق الوريد اسمها ستروفماب ما يشتغل نهائياً بينما الدراسات الأخرى على الحبابي خصوصاً دواء مولنو بروفير وطاكس لوفيد أهمين شوفت أنه أكو فد وطاية ممكن ينطيها هذا العلاج للناس اللي صابوا بالكوفيد ويقلل من احتمال دخولهم للمستشفى أو بعيد عن الكل الوفاة ولكن هذول الأشخاص لازم يكونون يعني مؤهلين لاستقبال أو لاستعمال هذه الأدوية مو أي واحد يقدر يستعملها حالياً نتبع مجموعة من القواعد لوصف هذا النوع من الدواء المولنو بروفير أو باكس لوفيد للناس وطبعاً ما يحتاج المريض يجي للطوارع على مد هذه الوصفة عندها خمسة أيام من تاريخ الإصابة بالكوفيد يقدر يشوف بها طبيب العائلة طبيب العائلة راح يتصل بالصيدلاني ما للمستشفى وهذا راح يجهزكم بأما الوصفة أو الدواء أو الثنيناتهم بدون ما تحتاجون يعني تيجون لقسم الطوارع وتقضون بخمس ساعات ست ساعات بس مجرد تنتظرون لهذا الدول فمن ذول الناس هم الناس اللي صار عندهم أقل من خمسة أيام مصابين بالكوفيد وإصابتهم خفيفة يعني ما محتاجين لحد الآن يدخلون مستشفى أو أكسجين ولحد الآن ما عندهم فدعرات قوية ممكن أنه سبب أنه يحتاجون إلى دخول الانعاش مثلاً أيضاً هذول الناس لازم يكون عندهم مناعة أقل الأشخاص اللي عندهم مناعة أقل ممكن هم يكونوا الأشخاص اللي ما ملقحين نهائياً أو ملقحين ولكن مو بالكامل يعني مأخذين مثلاً جرعة وحدة بس أيضاً الناس اللي ما مأخذين البوستر يعني الجرعة الثالثة والناس اللي طبعاً عندهم أمراض مفبطة للمناعة بشكل كبير بأعمار 18 سنة فما فوق هذا الأدوية ما ممكن تنطي بالمناسبة للحوامل فننصح كل أخواتنا العزيزات أنه قبل ما تصيرين حامل أغضي اللقاحات قبل ما صيرين حامل حتى لا أو أثناء ما أنت حامل حتى إذا صار لا سامح الله الكوفيد ما يأثر بشكل كبير لأن بس صار الكوفيد وانت حامل ما نقدر نستعمل أي واحد من هذه الأدوية هذول الأشخاص اللي ذكرتهم قبل شوية لازم أيضاً يكون عندهم بعض العوامل الأخرى العوامل الخطورة للكوفيد معروفة هي حالياً مثلاً الحمل واحد من عندهم ولكن هذا ما نقدر حالياً الأدوية اللي عندنا إياها باستراليا وفي العالم اللي شوية بها دراسات ما نقدر نستعملها على الحوامل ولكن هو يعتبر واحد من العوامل الخطورة للكوفيد فلذلك أنصح أن تقضون اللقاحات ولا تعتمدون على أن هذه الأدوية في اليوم الأيام ممكن أن تصير مرخصة أيضاً للحوامل الأشخاص الآخرين هما بأعمار 60 سنة فما فوق إذا مثلاً أبوريجنل من السكان الأصلين 50 سنة فما فوق اللي عندهم سكر اللي عندهم ضغوط اللي عندهم أمراض الكلة اللي عندهم السمنة المفرطة اللي عندهم أمراض بالرئة مثلاً اللي عندهم أمراض بالكبد أو السلطان أما دولة دولة الناس اللي هما راح يحتاجون إذا نصابه بالكوفيد يحتاجون مثل هاي الأدوية فرجان إذا صارتكم بالكوفيد تتصلون لطبيب العائلة حتى تشوفون هل أنتم تقدرون تأخذون هذا العلاج وإن شاء الله الصحة والعافية للكل وأتمنى في اليوم الأيام ترفع هاي الغمة علينا قلنا حتى الواحد يرجع يتمشي أمور حياته بشكل طبيعي بدون ما تأثر على أي شيء آخر في عائلته وفي بيته وفي شغله وفي كل شيء والله الصحة والعافية مرة ثانية أكيد دكتور أرسلان هرمز شكرا جزيلا لحضورك ومشاركتك معنا تحياتي شكرا جزيلا لحضورك ومشاركتك معنا